استادفت تحليل الشام بقذاف البيت 9 رشاشا من النوعية المتوسطة إضافة لتدمير دشمة على جبهة أورم الصغرى غرب حلب وفي سياق مختلف قصف الجيش التركي مواقع قسد بريف عينهيسا شمال الرقة قالت مصادر محلية على مدفعية ميليشيات الأسد استادفت بقذاف الهون محيط قريتي النيرب ومعارة عليا ومجدلية شرق إدلب وفي السياق قصف الاحتلال الروسي محاور سهل الغاب بريف حماة الغربية وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطين وجود أكثر من 3000 معتقل فلسطينيا في سجون ميليشيا الأسد بينهم أطفال ونساء وكبار السن وأوضحت المجموعة أن النظام المجرم قتل في سجونه أكثر من 600 فلسطينيا تحت التعذيب أفادت مصادر عربية وغربية عزم وزير خارجية السعودية زيارة عصابات الأسد قريبا وفي السياق وصل وزير خارجية عصابات الأسد للعاصمة التونسية قادما من الجزائر ضمن محاولته فك العزلة المفروضة على رأس النظام المجرم اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مسجدا في حي الشيخ جراح بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار في القدس اليوم هذا وحطم الاحتلال وممتلكات الأهالي داخل عمارة الصمود بالشيخ جراح عقب ملاحقته منفذ عملية إطلاق النار عقب خمس مسؤولين نمسويون بالسجن خمس سنوات لتقديم الحماية والمساعدة لضباط يتبعون لعصابات الأسد حيث اعتبرت المحكمة عمل هؤلاء المسؤولين إساءة لاستخدام منصبهم من خلال مساعدة ضباط يتبعون للأسد في الحصول على حق اللجوء